اشتركوا في القناة 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 وهذه يمثلوها على العاب وممكن انت تعيش تقربة فيها طبعا اذا تكلم عن الفئة الاكبر الحيث موجودة حاليا هي فئة التعليم والتدريب فئة التعليم والتدريب اي شيء يدخل تحت التعليم والتدريب ويسميه المصطلح جميفيكيشن انه مثلا كيف تعلم الاطفال مثلا كيف يقري الحروف هذه تعتبر لعبة كيف تعلم مثلا حتى للكبار مثلا الشركات النفط والغاز مثلا لما يدخلوا في مثلا اماكن الضيقة هم يسوي لهم سيميليشن هذا السيميليشن انك كيف تعيش تقربة انك لما تدخل انطقة مثلا ضيقة وش الاجراءات اللي تسوي هنا وهي عبارة عن لعبة في النهاية نتكلم عن لعاب المحاكاة العسكرية في التدريبات العسكرية مثلا ما في حرب حاليا تقام احنا مثلا عندنا في السلطنة كيف تدرب الاشخاص انهم يمارسوا هذا الشي او يشوفوا هذا الشي ويتفاعلوا معه في شي ما يصير اصلا ما صار في الواقع فالالعاب فكرتهم انه يجيب لك شي انت ما تقدر تشوفه بعين المجردة او ما ممكن تطعيشه في الواقع فهذا الشي واجد يحسن من اداء الاشخاص من هذه الالعاب عد ما فاهم شي من هنا ولا ما شي كذا عند استفسار عشان ما انتقل السلاد ثاني وما حد فاهم كيف حننطور اللعبة كل اللعاب تقريبا في العالم تبدأ بفكرة كل ما قوت فكرة اللعبة كل ما اللعبة تكون اكثر شعبية واكثر في الاها مقالات كثيرة تكون اكثر وحتى من ناحية الدخل المادي من كل النواع هي عبارة عن فكرة اي لعبة في العالم هي عبارة عن فكرة وفيه العاب قدن قدن بسيطة لكن نجحت نجاح قوي وفيه العاب معقدة جدا وفشلت من اول من اول الاطلاق لها وش السبب سبب الرئيسي هي الفكرة فالفكرة هي تشكل تقريبا نقول ثمانين او سبعين في المية من اللعبة كان بشكل عام وهذا التحدي الاكبر لكل مطورين العاب انهم كيف ينشئوا الفكرة الصح اللي ممكن تخدم السوق أنا بنطرق على هذه الأشياء ونشوف أفكار اللي موجودة في السوق والناس كيف بدت فيها فيها حتى قصة نذكرها أول ما تبدأ الفكرة هي تحدد كل شيء الفكرة أساس اللعبة ممكن من ناحية الفكرة تحدد مثلا تكون هذه اللعبة بي سي ممكن تكون هذه اللعبة بي ستيشن على أي كونسل من الكونسل اللعبة تكون هذه فمن الفكرة هي تحدد هالمسار اللعبة كان بشكل عام بعد ما تحدد الفكرة نروح لمرحلة تصميم طبعا إذا كانت الفكرة عندنا فكرتين ممكن تكون 3D أو 2D ونتكلم عنه هذا وش الفرق بينين بعدها نروح من ناحية تصميم نصمم اللعبة هذه بعد ما حددنا الفكرة نصمم اللعبة كامل عبارة عن 3D أو 2D 3D designers ممكن ينقلوا هذه اللعبة إلى البرجرامرس الدي المفترض أن هذه الورشة هتكون عندكم خلفية عامة كيف ننتقل هذا من 3D designers أو 2D designers إلى تطوير اللعبة بعدها يكون المطور عند أكثر من element أكثر من 3D design أو 2D design يجمعهم مع بعضهم البعض وممكن يتفاعل معهم هو يجمع هذه البيئة كامل يطور عليها ويسوي فيها التفاعل بعدها نروح مرحلة الاختبار طبعا من رحل التطوير من يخلص التطوير نروح لمرحلة الاختبار يقرأ في كل شركة من الشركات لازم يكون هناك قسم كامل هو الاختبار اللعبة قبل لا تطلق اللعبة فيختبروا هذه اللعبة إذي كانت اللعبة هذه ناقحة وما فيها أخطاء برمجية أو اخطاء في التصميم تروح إلى مرحلة الأطلاق من توصل مرحلة الأطلاق خلاص عاد بيبقى هنا شيء دائما اللي هو التطوير في اللعبة كل لعبة من الإلعاب لازم تتطور دائما ما تبقى على مرحلة معينة لازم تتطور اللعبة ولو تلاحظوا أي منصات من منصات الألعاب لازم يحطوا فيها شيء فيدباك سيستم يعني كل لاعب اللاعبين يعطي مثلا آراءة عن اللعبة الأخطاء اللي حصلها في اللعبة باختصار يشوف البكس وهم يطوروا فيها وكل اللعاب في العالم لما تصدر تصدر على مراحل مراحل يعني مثلا مرحلة الأولية يسميها مثلا مثلا قول ديمو اللي هو أول شيء المرحلة التقريبية بعد يما بعد التقريبية بعد يما المرحلة النهائية هل عندي سؤال؟ لا أحسنت 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 أستاذي أيهاكم الله نزين هذه المراحل الخمسة اللي لما تسمحها تتحسن هنا سهلة بس ترا فيه تفصيل فيه تفصيل عنه كيف تنشاء الفكرة في إنشاء الفكرة مثلا يسوي شيء اسمي ستوري بوردنج نرسل كل سين من السينز بتكون برسم مثلا برسم يدوي أو برسم مكتروني هذه فيها تفاصيل كثيرة حتى مرحلة التصميم فيها إضاءات فيها اسمه شيء اسمه تكتشرينج فيها مودلينج فيها أشياء كثيرة تفاصيل كثيرة وإذا تبغت ناخذ التفاصيل يعني وروح على واحدة كل واحدة منهم عادي بنرجع على هذا السلايد وبنشرحها بالتفصيل يعني كيف نمشي عليهم وفيه هنا قوانين كثيرة يعني يمروا عليهم لأن فيه عندنا أنواع من الألعاب شيء اسمه عندنا تربل اي جيمس إذا تبغت وصل إلى مثلا إذا بغتوا لعبة لبلستيشن تكون مختلفة عن الكمبيوتر إذا بغتوا للموبايل تكون مختلفة للفي ار تكون مختلفة والفي ار واحدة عالم مختلف يعني كبير طبعا معظم الألعاب الموجودة حاليا 3D و 2D أتوقع أنكم معظمكم تعرفوا الفرق بين 3D و 2D 3D يكون ثلاثية لأبعاد يعني يكون فيه Z, X, Y يكون ثلاثية لأبعاد و 2D يكون بس فيه محورين يكون ما فيه Z value اللي يكون X وال Y هذه 2D و 3D و معظم الألعاب يندرقين تحت هذا يعني كل تقريب الألعاب يندرقين تحت هذه في بعض الألعاب يسميوهن 2.5D اللي هو تحسن نص 3D و نص 2D هذا الفرق بين هن يعني في مثلا قصة هذا اللعبة بصمّنها واحد اسمه جيمس هذا الإنسان بدأ في اللعبة من البداية وحده اشتغل على اللعبة كاميرا تصميمها اسمها Dean Come هي لعبة في استراليا يحاكي يعني كيف انك تبني بيت وتعتم بالتفاصيل في البيت وتزرع وتشوف الحشرات اللي موجودة في استراليا فهو دمج بين المعيش الاسترالية كيف يعيش في استراليا والحشرات والثقافة الاسترالية دمجهم في لعبة واحدة وحقق أرباح كثيرة يعني آخر مرة شوف الجروس ريفينيوم 9.6 مليون فهو يحصل دائماً أرباح هو شخص واحد يسميه اندي جيم لما الشخص الوحدة يصمم لعبة كامل من الصفر إلى الإطلاق يسميه اندي جيم فهو بدأ يشتغل عليها هذا اللعبة من فترة والحين يعني الاكتف بلاير أنا ما أخذت سكرينشوت يمكن قبل نص ساعة شوف قبل 73 دقيقة تقريباً تسعمية وثلاثين اكتف بلاير الروفيوز ما لها يعني الناس اللي حاب اللعبة تقريباً 94% فهذا الحقق أرباح كثيرة من اللعبة واحدة واللي هنكم 9.6 مليون وهذه الأرباح ترى ما تبقى على هذا الرقم يعني ممكن تزيد بشكل كبير أو ممكن تنقص فزين تقريوا عنها أكثر أو تلعبوها تشوف تقربوها لما نطور الألعاب كيف نطورها على أي ووش نستقدم طبعاً سابقاً نتكلم عن سابقاً ما ممكن تطور ألعاب إلا إذا أنت مبرمج محترف ما ممكن تنتج لعبة واحدة إلا إذا أنت مبرمج واقد قوي الحين بدي تسهل الموضوع أكثر يعني لو عندك أساسيات لغات البرمجة أي لغة من لغات البرمجة ممكنك تطور لعبة كاملة وحالياً يعني في الوقت يعني قبل تقريباً سنة أو أقل خلاص الناس بدأت تطور ألعاب بدون ما تكتب أي يعني بدون أي برمجة ما تحتاج برمجة فاستخدموا أشياء اسمهن يعني نوتس وفي أشياء كثيرة بلوبرينتس وما يحتاج أنك تكتب برمجياً أي لغة لكن إذا تبقى توصل إلى أنت لعبة قوية قد ممكن تستخدم مثلاً ممكن تستخدم هذه اللغات البرمجة مثلاً C++ C Sharp Java وPython لأكثر حالياً لغات البرمجة يعني المستخدمة في الألعاب هي C++ والC Sharp والPython وفي في واجد يعني محركات ألعاب يشتغلون على هذا الشيء من ضمن مثلاً محركات الألعاب المشهورة على مستوى العالم مثلاً Unity 3D Unreal Engine وقودت طبعاً كل واحد منهم في سلبيات وفي إيقابيات فأنت تختار مثلاً محرك الألعاب لو نرقع مثلاً سلايد هذا في مرحلة الفكرة أنت لازم تختار تبقى هذه يكون للبليستيشن تبقى يكون للبي سي ولا تبقى تكون للموبايل من بعد هذا تختار لك محرك الألعاب الصحي تختار محرك الألعاب مثلاً Unity Unity أكثر اختصاصة في الألعاب اللي هي للموبايل هنا أختصاص أكثر في الموبايل وقوي في الألعاب الثري دي عادي مثلاً نتكلم على البليستيشن أو الويب ولا whatever يكون واقد قوي وما أنه ضعيف لكن لو نقارن ب Unreal Engine Unreal Engine في الـ Visualization يعني في الـ Quality يكون أحسن أنت لما تحدد الفكرة وتحدد الكونس اللي تبقى فيه اللعبة تطور فيه اللعبة من هناك تقدر تحدد Unreal Engine ولا Unity أو هنا واقد فيه عندي Cry Engine فيه محركات كثيرة ولكن يعني مثلاً خلناً هذه دامكن مطورة في Unity هذه اللعبة مطوراً هذا الجيمس لكن اللي كنت أنا أريد أقوله الألعاب العالمية الكبيرة مثلاً نتكلم عن Call of Duty ولا FIFA ولا هذه الألعاب الضخمة هذه لها محركات ألعاب خاصة فيها يعني هم برمقوا محرك الألعاب كامل ويشغلوا هذه المحركة الألعاب عشان يصنعوا اللعبة اللي هي مثلاً Call of Duty ما يستخدم مثلاً Unity ولا Unreal Engine ولا Cry Engine ولا غير هنهذا لا لا محرك ألعاب خاص حالياً طبعاً هذه المبرمقين لو نروح للبرامج التصميم اللي هم 3D Designers و 2D Designer ممكن يستخدم مثلاً Photoshop في منهم فيهم نستخدم Illustrator يعني Adobe Collection باختصار Maya Blender 3DS Max هذه كلها الألعاب ممكن يطلع عليك 3D أو 2D وطبعاً هذه من المتدقين من بعد ما يحدده الفكرة ممكن أنك تنرقع للنقطة الثانية للتصميم طبعاً مؤثرات البصرية أو الصوتية هذه المؤثرات البصرية ترفع المصممين بس مؤثرات صوتية لها عامل قد قوي يعني اللعبة بدون مؤثرات صوتية ما تنفع فأنت لازم تهتم بهذه الناحية وحتى لو في مرحلة الفكرة في إنشاء الفكرة ونت ترسم ستوري بورد ممكن تتحدد الأصوات اللي ممكن يسويوها مثلاً الموسيقى فكل أشياء تحددها من قبل من الفكرة فتقدر تطور اللعب بشكل صح طبعاً في أشياء أساسية في اللعبة وفي كل لعبة اللعب لازم يكون فيها شخصيات ممكن هنا يكون مثلاً شخصية اللعب هو بالنفس تعتبر شخصية والبيئة اللي هو يكون يعيش فيها وشيء الثالث التفاعل إذا اختل واحد من هذا الثلاثة في اللعبة ما تعتبر لعبة أبداً يعني فتبعد عني عن الألعاب ليش هيكون فيها خلل إذا كان ماشي شخصيات أصلاً تتفاعل معها ما حد بيرقع يلعب معها ما حد يرقع يلعبها اللعب مرة ثانية البيئات إذا كانت ما فيها بيئة أن تتمشي شخصية فيها نفس الشيء والتفاعل نفس الشيء فالأشياء الأساسية الثلاثة هي التفاعل والبيئات والشخصيات اللي موجودة في اللعبة إذا حد عنده سؤال أو شيء يوقفني طبعاً البرمجة والتطوير في ألعاب الفيديو تعدمت على أشياء كثيرة في مثلاً نتكلم عن ثلاثة أشياء المنطق والقواعد المنطق والقواعد شيء ألعاب موجودة بدون منطق ما لها دخل في المنطق قبداً هي الألعاب اللي تتخلص الألعاب اللي تتسلية فهي تكون بدون منطق مثلاً عادي هو يمشي في الأرض بس بدون مثلاً قاذبية أرضية أحياناً تكون الفيزية مقلوبة بالعكس تكون كامل فما لازم تعتمد على القواعد الأساسية للحقيقة فممكن أنك تبعد عنهن ونفس الشيء الألعاب المشهورة الأكثر أنه يتعتمد على المنطق والقواعد القواعد الفيزيائية أو القواعد الحياة يعني باختصار الأشياء اللي نعيشها عادة الرسومات والمؤثرات اللي تكلمنا عنها قبل شوي تصميم صوت الانيميشن التحكم والتفاعل إذا كان التحكم والتفاعل بشكل قيد يعني مثلاً حنا متعاودين يعني أي واحد يعرف أننا حنا نستخدم مثلاً الأسهم في الكيبورد أو نستخدم WSD ما ممكن أنك تدقي تسوي مثلاً مثلاً UHJK مثلاً كذة ثلاث حروف أو أربع حروف غيرها لأنه شيء متعود عليه حتى مثلاً اللي ما لبليستيشن نستخدم الجويستيك للتحرك نستخدم كذة للأشياء الأساسية فعادة ما تطلع من هذا النهج يعني لأن هذه الأشياء معروفة ومتعود عليها اللاعب فلما تطلع من هذا بيكرهوها اللعبة فهذا من ضمن الأشياء الأساسية التحكم والتفاعل في اللعبة طبعاً إذا ما اختبرت اللعبة وما حسنتها اللعبة بشكل دائم ما حد بيكمل اللعبة ليش يعني فيه ألعاب كثيرة موجودة كانت في السوق الناس عليها قبال جداً قوي بس المطورين وقفوا تطويرها أول ما وقفوا تطويرها ماتت اللعبة وما حد يلعبها ليش؟ لأن معظم الألعاب هذه مثلاً تكون online games يعني فيها multiplayer هذه الملتيبلاير إذا كان ما فيها تحسينات تطويرات دائمة بيتوقفوا منها وش أكثر المشاكل؟ أكثر المشاكل اللي تصير مثلاً هاكرز اللي ما يدخل مثلاً وينزلك برنامج مثلاً يكون عنده الايم قوي قداً وما تقدر ما حد يقدر يقتله ويقدر يشوف خلف القدران وكذا هذا لازم مطورين يشتغلوا عليه أن يسكروا هذه الأخطاء إذا ما سكروا هذه الأخطاء بتموت اللعبة وصارت يعني مع أكثر وقت شركات صارت مثلاً حتى كولف ديوتي مثلاً صار لها قبل صارت لهذه المشكلة حتى تعاقدوا مع شركة ثانية بس خاصة للسيكورتي للعبة فهذا جداً مهم تصحيح وزارة الأخطاء اللعب والتقييم دائماً هم لما ينزلوا لعبة ينزلوا حصرية لبعض اللاعبين وخاصة اللي هم اليوتيوبر يعطوهم نسخ يقربوها يعطوهم آراءهم ويحسنوا اللعبة فيقيموا اللعبة دائماً بشكل عام وبشكل دوري ويحسنوا عليها التوازن والتعديل طبعاً كنفسها ها اللي تكلمت عنها قبل فتصحيح وزارة الأخطاء لازم يعدلوا عليها ويحسنوا اللعبة بشكل دائماً مثلاً ينزلوا مابات جديدة خراض جديدة أو ينزلوا مثلاً شخصيات جديدة وممكن يشتروها الناس فيه أشياء كثيرة ممكن يحسنوها طبعاً كيف هم يحققوا الأرباح من هذه الألعاب فيه تقريباً أربعة أشياء أساسية أن يتحقق الأرباح من اللعبة يعني العادة ما فيه مطور يشتغل على لعبة مدة سنة أو ستة أشهر ولا سنتين هو ما متوقع أنه فيه أرباح ترجع على من من هذا اللعبة فالأشياء الأساسية الأربعة يعني منهم العادة أن يستخدموها المشترية الداخل اللعبة أنك مثلاً تشتري سكن تشتري سلاح تشتري أشياء من اللعبة وممكن تحقق منها أرباح حتى الملابس الأدوات المهارات فيه أشياء كثيرة ونظام الاشتراكات اللي تتشتغل عليه مثلاً أكس بوكس وتشتغل عليه حتى بلاستيشن فأنك تشترك مثلاً في أكس بوكس مبلغ ويفتحوا لك ألعاب كثيرة فأنت تدفع شهرياً هذا المبلغ وممكن أنك تسموح لك مثلاً تلعب عشرين لعبة أو ثلاثين لعبة مجانة بدون أن تدفع مبالغ زيادة فما يحتاج أنك تشتريها مرة واحدة هي بس فقط أنها اشتراك وأنك تقدر تلعب اللعبة الأعلانات داخل اللعبة وهذا الأكثر انتشاراً أنه يخل في اللعبة أعلانات فإن تستلعب لعبة تسكر النت عشان ما تظهر لك الكلام إلا الإعلان فالإعلانات واي قد مشهورة هذه الحركة أن كم تضغط طرهم يحققوا أرباح منها تقريباً فيه منهن أقل عن دولار فيه من دولار على كل ضغطه للمستخدم وحتى في بعض الألعاب يسويوا لافتات مثلاً داخل اللعبة وإن تتمشي داخل اللعبة تحصل مثلاً إكواب فيه مثلاً الشركات عالمية موجودة فتقدر تشوف مثلاً هذا الشعر هو يعتبره كإعلان وهذه الشركة تدفع لهم أن نحن نحط اللوغو ما لكم بس تدفعوه لنا مثلاً مبلغ وقدره أو أنك تظهر لك إعلانات في وجهك عن لعبة ثانية وتضغط عليها بالخطأ وما يأخذ فلوس من هذه الضغطة ونموذيك البيع التقليدي هو القديم أنك تدفع مرة واحدة تشترى اللعبة خلاص ما تدفع شيء أبداً داخل اللعبة هذا النظام القديم طبعاً الألعاب الجديدة خلاص توقفت من هذا كامل يعني نادراً لحين تحصل لعبة كذا مثلاً حتى مثلاً كلاشف كلانس خلاص كان الحين عدم اشتراكات ممكن تشترك أنك تحصل كم شيء أو ممكن تدفع مرة واحدة وتحصل مثلاً كوينز أو الواتفر طبعاً بنتوقف نفذ السلايد لوقت الصلاة مدة عشرين دقيقة ونرقع إذا حد عند استفسار أو شيء سمعه هنا حضروا الأسئلة فنوقف بعد هذا زين حد يسمعني ولا تكلم وحدي مارك الله فيك تميم نعم بإذن الله خلاص متوقف للصلاة عشرين دقيقة يعني قل ثماني وخمسين دقيقة زين سبعة وخمسين دقيقة قصدي تقريباً سبعة وخمس وخمسين إن شاء الله نكون ممبولين خلاص على بركة الله بإذن الله بارك الله يا الله حياكم اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم وبركاته مين موجود؟ ايوا موجود موجود تقبر الله منكم جميعا نبدأ ان شاء الله اmetics كان الحضور موجودين نبدأ تقريبا بعضهم موجود بعضهم مازال نكمل ولا ننتظر شوية عندك القيادة دقيقتين كذا ثمانية بالضبط نبدأ بيدعم شكرا 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 بنبدأ الحين واضح صوت صح عيسى موجود نعم موجود واضح صوت نعم ممتاز كنا آخر شيء واقفين أول شيء تقبل الله منكم صالح الأعمال كنا واقفين في هذا السلايد نتكلم عن نظام الاشتراكات وكيف حققوا الأرباح من الشركات فحد عندي سؤال قبل أن نكمل كل حد استحضر سؤال أو شيء السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام أستاذ أنا عندي استفسار عن سلايدات سابقة تحدثت أن من التطبيقات استخدام اليونيتي محرك اللعبة اليونيتي أيوة على حسب معرفتي أنه يستخدم في سي شارب لغة سي شارب هل بإمكان أنه يستخدم في سي بلاس بلاس لغة سي بلاس بلاس سابقا كان أيوة لكن حاليا لا ما يستخدم سي بلاس بلاس يستخدم سي شارب الحين إلى الآن يعني أيوة إلى الآن سي شارب لا سي بلاس 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 خلاص التغت منه سي شارب الحين ترى سي شارب هي أصلا بلد يعني البيز مالها أصلا سي بلاس بلاس مبنائي على سي بلاس بلاس من التميكروسوم ممكن يعني باين تعطينا كلمحة عن اليونيتي وكيف ممكن نندمك الكودات مع الأجسام أيوة او الوقت او يمدينا يعني عفونا طيب شكرا هل عندي سؤال ثاني اوكي نكمل طبعا الألعاب اللي هن تاريخ كبير وبدت نكمل مثل ما قلت في البداية إن الألعاب بدت زمن قديم قدا لكن الألعاب الإلكترونية قل بدت من بداية التسعينات طبعا الألعاب اللي في التسعينات طبعا معظمهم يعرفوا هذا الكلام اللي هي أتاري الفميلي اللي يسميوه حد منهم سيجا اللي كان يلعب سوبر ماريو وفيه ألعاب قديمة يعني كلاسيكية قديمة مثلا زلدة وهذا الفاينل فانتسي هذا ألعاب قديمة جدا وفيه ناس لحد اليوم بعدها ما زالت تلعبها طبعا هناك بدت ثورة الألعاب يعني الحقيقية يعني اللي بدت الألعاب في التسعينات كألعاب يعني بدت تشتهر في الكونسلز مثلا كانت ماشي في البي سيز واحد بس أذكر في البي سيز كانت شي شركة عربية تسوي ألعاب شركة اسمها صخر أتوقع أحد مرة عليها اللي كان عندهم مالغواص ومالالغاز لو دورتوا عنها في جوجل بتحصلوها ما أذكر شي مقموعة هي اسمها بس ما أذكر اسمها حاليا لكن هي اللي كانت تطورها شركة صخر بعد التسعينات نمدخل للألفينات بدت تطلع الألعاب اللي هي شوية بصورتها محسنة اللي في دخل فيها الموضوع 3D ليش بالذات طلعت في هذه الفترة لأنه بدت الشركات الكبيرة بدت تصنع بدت تصنع Graphic cards فقام معالج الرسوميات هذه قام يعني قدر يعالج صور محسنة أكثر دخل في الموضوع 3D دخلت اللعاب أكثر محسنة ومثلا دخلت كونسل زيادة مثلا نيتندو والبيستيشن والبي اس بي هذه الكونسل الزيادة اللي زادت الأجهزة بدت تحسن اللعاب في من ناحية تحسين الصورة مالها وطريقة اللعب حتى السيناريوم هاللعبة من بعدين من من الفين وتساطعش ومن قول من الفين وعشر يالفين وتساطعش هنا عاد ثورة القوية اللي في الألعاب تخلت اللي هنا دخل موضوع الواقع الافتراضي الفي ار الواقع المعزز وبنتكلم عنا وش الفرق بينهن و وانتشارت الألعاب اللي في الموبايل أقوى صارت وحتى يمكن إذا سمعتوا عنها بوكم ونجو بوكم ونجو حصلت تقريبا ثمانية مليون في بداية الإطلاق مالها فذل الألعاب من الفين وعشر لفين وتساطعش حصلت يعني هي الثورة اللي أكبر من بعد التسعينات اللي غيرت الألعاب تقريبا نقول بشكل قذري كامل حتى طريقة اللعب كل شي يتغير فيها من الفين وعشرين لألفين وعشرين عاد بدت الألعاب السحابية اللي كنا لو تذكروا نتكلم عنهن اللي هي الأكس بوكس و بلاستيشن بلس وهذه الاشتراكات السحابية أنك حتى أحيانا كنتمات حتى تنزل هاللعبة أبدا في القهاز بعدها نتكلم عن إحصائية اللاعبين طبعا وش تفيدنا إحصائية اللاعبين أوليش أن أذكرها أصلا إحصائية اللاعبين في إنتاج أي فكرة أنت لازم تحدد تارجة مالك هل هم أطفال هم شباب بنات أعمارهم كل هذا اللي لازم تبنيه على الإحصائيات يعني ما منطق أنك تبني لعبة لناس أعمارهم فوق الستين في ناس تلعب فوق الستين لكن كم عددهم في عالم مستوى العالم يكون عددهم قليل وإنت لما تسوي تارجة تبع أنت أكبر عدد فإذا كنا نقسم على فئات بين البنات والشباب تقريبا 45% من اللاعبين الموجودين في السوق هم البنات و55% لفئة الشباب منهم الأعمار اللي عادة نحن نتقل لهم من 18 إلى 34 أو إلى 40 سنة هذه الأعمار من 18 إلى 40 سنة هم أكثر الناس تلعب يعني نقول من كامل اللاعبين 38% منهم هذا أعمار تتراه أعمارهم طبعا لما أنت تريد تنشأ لعبة وتريد منها أنتائك يعني تريد منها عائد أو دخل مادي أنت تارجة مالك هذه الفئة العمرية ولكن في فئة العمرية الأصغر اللي هم أقل من 18 سنة للألعاب التعليمية التي ذكرناها هذا فيه نحيان يكون ربح أكثر من هذه الألعاب لكن يكون ربح يعني مرة واحدة ممكن أن يدفع الشخص مرة واحدة ويشتريهن وخلاص ما فيه دفع دائم ليش؟ لأن هذه الأعمار العادة ما عندهم بطاقات إدمانية أو ما عندهم اشتراكة تقدر يشتركوهن عادة الآباء يأخذوا هذا الشيء والآباء عادة من حريصين في ذلك الموضوع أنهم خاصة إذي كان ما عنده وعي فهمية الألعاب في حياة الطفل لأنه هي همية جدا كبيرة يعني ويتغير ومعظم الأطفال يعني اللي نعرفهم أو إذا ما كلهم عندهم ألعاب في البيت ألعاب في البلايستيشن أو في الآيباد والألعاب حتى حقيقية فزيكا تعتبر من ظن الألعاب وهذه شكله 20% فهي فئة كبيرة جدا وممكنك تتقيها على هذا الاتقاه إن الألعاب الأطفال وحنا سوين هذه الألعاب يعني اشتغلتنا على الألعاب كذا ووريكم حتى نماذق منها طبعا الشركات كثيرة على مستوى العالم أو يسميهم Game Studio على مستوى العالم يعني بالآلاف وشي شركات بدت تنشأ حتى في دول الخليق حاليا لكن أشهر هنا على مستوى العالم مثلا هذة T-Send Games اللي هي مسوي ببقي موبايل واللي اشتهرت اقتاحت العالم كامل تقريبا العائد مالها من 2023 25 بليون Activation اللعبة التي تكلمت منها أعلى هكثر من مرة اللي هي Call of Duty تصنع على الشركة اسمها Activation تبرا ما يقعنا تطورها 8.7 إحصاية 2023 24 بعدنا ما خلصناها عشان نعرف حصايات مالهم Epic Games اللي هي مثلا فورتنايت مسوية 32 بليون هذي أشهر يعني Game Studios عن مستوى العالم في عندنا شي غيرهم يعني في عندنا Microsoft Games في شركات كثيرة وحيانا هذه الشركات تمتلكها شركات أكبر منها يعني هذا Game Studio في شركة أكبر منها هي تمتلك هذه الشركة الصغيرة وش أحدث تقنيات المستخدمة في الألعاب حسنا تكلمنا تكلمنا عن تاريخ الألعاب من 1990 إلى 2024 الواقع الافتراضي والواقع المعزز الAR والVR هذا الثورة الحين القديدة اللي كل الناس تسمع عنها وفي بعضهم حتى ما يعفف فرقوا بينهم وش تستفيد من الVR وش تستفيد من الAR خلينا نشرحها بشكل عام تعريف الواقع المعزز مثلا خلينا نضرب أحسن مثال مثلا السناب شات السناب شات فيه واقع معزز إنه هو مثلا استيكارات اللي ظهرن الأشكال اللي في الوبيوت تظهر هذك واقع معزز هي هو واقع حقيقي تستخدم فيه جهاز ويعززه مثلا 3D مثلا assets أو ممكن يعززه بدو دي الواقع الافتراضي لا إنه جهاز تلبسه وتنعزل كامل على البيئة الحقيقية ويكون عالم افتراضي كامل بكل يعني الأصوات والأشكال وكل شي عالم افتراضي ما له داقة ما لها دخل أبدا في الواقع الحقيقي تكون معزول عن واقعك الحقيقي ممكن هذا الواقع الافتراضي إنه يكون واقع يعني واقع حقيقي موجود مكان وسويوا يعني مثلوه كأنه واقع افتراضي ومتا تشوفه مثلا اللي ما يقدر مثلا يروح مكة ممكن تتشوف مكة بتفاصيل وكل شي في واقع معززة تلبس النظارة وتشوف بتفاصيل وتتفاعل مع البيئة حتى ممكن تتعلم منك كيف تروح تسول حق أو الVR اللي اشتخر آخر مرة قصص النبي محمد كان تسويوا حطوه في VR وإنك أنك تعيش مع الصحابة وتشوف كيف كان يتعاملوا فهذه الأكثر طبعا هذا لكلهم في واحد اسمه MR صلعته ميكروسوفت هذا المصطلح Mixed Reality اللي هو تلبس نظارة بس تشوف واقعك اللي انتقالس فيه ومعزز بشي ثاني وطبعا يمي الأكثر للAR اللي هو الواقع المعزز طبعا كلهم هذلة المصطلحات يندرقون تحت مصطلح واحد هو اسمه Extended Reality XR Extended Reality يعني AR وVR وأمار كلهم مع بعض طبعا Retracing اللي اشتهر حاليا في الألعاب نفس الشي إنه يحسن ويتتبع الأشعة تشوف العكاسات الحقيقية اللي كان هنا عكاسات حقيقية واللعاب القديدة يعني هي Triple A Games ممكن نشوفها قريبا قدة من الواقع لأنهم يستخدم تقنية اسمها Retracing والAI اقتاح العالم كامل حاليا طبعا يعني الألعاب دخلت بشكل كبير في الAI الذكاء الاصطناعي وش فادهم هذ الذكاء الاصطناع في الألعاب هو تحسين تقربة المستخدم الUI اتوقع أنه كانت فيه ورشة في الUI on UX وش سمها الواقع يعني لما تدخل تحسين تقربة المستخدم مع الألعاب بتتحسن لعب بشكل عام بتتحسن لعب بشكل عام بشكل كبير وتحسين اللعب الدائم وايجد يخلي اللاعبين عندهم ولاء للعب فلما تدخل هذا الألعاب فيه الAI ويحسن اللعب طريقة لعب كذا أو تكون حرية أكثر للمستخدم لللاعب إنه يلعبها بيخلي الشخص إنه دائما دائما يلعبها طب وضافوا ما من فترة قريبة يعني تقريب من 2009 بل تحكب وسط الشعارات الحيوي والحركة مثلا ويندز كينكت وفيه أكثر من جهاز مثلا فيه جهاز متوبي هذا الإجهزة إنك ممكن تتشوف تحرك عينك وتلعب اللعب بس بحركة العين أو ممكن بالكامل القسد تتحرك ممكنك تمشي وتشوف إنك تمشي في اللعبة فهذه الأشياء نفسي إضافة تقربة قوية جدا في الألعاب طبعا لو نتكلم عن الألعاب ترى أنه يعني عالم كبير جدا وضخم وينشق فيه تحت أكثر من أشياء فممكن هو أن يمتدي الأشياء ثانية مثلا التوأم الرقمي التوأم الرقمي هو باختصار إنه هو الواقع الحقيقي اللي موجود مثلا نفترض خلنا نتكلم عن صناعة والتصنيع أول شي مثلا تخيل عندك التمصنع موجود في الحقيقة بس هذه المصنع تبغى تديرها بطريقة تكنولوجيا تكنولوجيا شي بطريقة رقمية فإنك تتصمم هذه كامل البيئة أو هذه المصنع تصممها كامل 3D وتركبها لحساسات هذه الحساسات ينعكسين كامل في البيئة الافتراضية يعني درقة الحرارة اللي موجودة تشوف أنه درقة الحرارة في ذلك المصنع مثلا خمسين وخطيرة يظهر لك إنك في 3D إنه هذه درقة الحرارة خطيرة إنك توصلت مثلا خمسين مفترض تنقص ومثلا حتى في المدين الذكية الموجودة وشغل اللي يشتغلوا عليهم إنك ممكن مثلا سغفورة العين كامل كدولة كامل هي عبارة عن توأم رقم تقدر تشوفها افتراضيا وتقدر تتعايش معها افتراضيا مع مدموق إيش فيهم الحساسات هذه الذكية طبعا لو قلت تتكلم عن توأم الرقمي يبغى لنا سيشن كامل بس خاصة للتوأم الرقمي دخلوا في الفضاء والطيران الفضاء حاليا شغالين هم على أكثر من المكان للمريخ شغالين عليه شركة سبيس اكس وشغالين على القبر نفس الشيء إنهم يسويوا ديجيتال تون اللي هو التوأم الرقمي لهذه الأماكن فهم يقدر يتابعوا ك3D كفجولايز يعني شي كذا شكل يكون جميل وتقدر تشوف درقات الحرارة اللي هناك كيف لما يبنيوا فيه مثلا لو بنيوا بناية وصار مثلا رياح قوية كيف تتعامل هذا البناء مع هذا الشيء وش التحسينات اللي ممكن يسويوهن فهم يقربوا عليه تقارب افتراضية ومن أشهر الأشياء اللي يعني اشتهرة كثيرة هي الكراش تست للسيارات فك سابقا كان يقبوا سيارة حقيقية ويدعموها بسيارة حقيقية ثانية وشوفوا التأثيرات اللي تصير فيهن الحين خلاص هذه التكاليف قد كبير فقاموا يسويوهن ايش أن يصموا بالسيارة 3D بطريقة هندسية ويقربوا فيها الكراش تست بالكمبيوتر فما يحتاج يخسر أبدا شي طب ورعاية صحية اللي هم اللي حين بدوا يسويوهن خلاص عمليات القراحية عن بعد طبعا الميتافيرس نفس الشيء من الأشياء الكبيرة اللي بدت تغير العالم طبعا لو نتكلم عن الميتافيرس الميتافيرس ما مصطلح هو قديد أصلا كمصطلح كمصطلح قديد لكن كفكرة هي قديمة في ألعاب كثيرة سابقا تشتغل على الميتافيرس وحتى شركة فيسبوك تغير اسمها لميتا بسبب الميتافيرس أنهم يريدوا حتى الموظفين مالهم ما يقوموا حضوريا إلى المبنى مالهم فممكن أن يشتغلوا عن بعد يحصلوا الناس عن بعد يتحصل يعني حتى يقوموا يقيموا فعاليات كل هذه تكونوا عن بعد ومن ضمن الأمثلة هذا اللي نحن نحن نسويه هذا يعتبر نوع من نوع نوع الميتافيرس أو ممكن تتفاعل مع المجتمع وممكن تبيع وممكن تسوق فيه في الميتافيرس الميتافيرس كتعريف عام هي بيئة افتراضية ممكن تتفاعل مع الناس كأنها حقيقة ممكن تروح الدوام في الميتافيرس ممكن تقيم محاضرات في الميتافيرس ممكن تبيع ممكن تتعلم وحتى شاء جامعات كبيرة مثلا أكسفورد وارفورد وذيش الجامعات الضخمة الكبيرة بدأت تشتغل على الميتافيرس يعني ممكن تتحضر شات البكالوريس والماجستير والدكتورا في الميتافيرس عندك أفتار شخصيتك وتمشي فيهم طبعا الميتافيرس في منصات كثيرة يعني موجودة حاليا دي سنترال لاند وفي واجد كثير ما يحضرني حاليا ممكن قرب تدوره على الميتافيرس أكثر وهذه يعني إذا ما نتكلم عن الألعاب هذه لها دخل بشكل كبير جدا يعني في الموضوع وتقريبا خلصنا البريزنتيشن حد عند السفسار شي قبل أن تخلي نروح شوي نقرب أشياء كيف شباب ما حد ليش نتكلم وحدي أحسنت أحسنت أستاذ نمي ما قصرت وشي جميلة جدا صراحة أيهاكم الله هتعافذ البرنامج أيوا يونتي أيوا هذا يونتي فقبل شي كنا نتكلم عن الميتافيرس هذا من ضمن الأعمال يعني اشتغلت عليها وشغالين عليها بعد ما مخلصها يعني تقريبا ثمانية في المية هي عبارة عن ميتافيرس إنه ممكن الشخص نقتمع هنا وهي بيئة عمانية مثلا هنا بكبيئة عمانية نقتمع في هذا المكان ونتكلم نسولف ممكن ننتقل لنشوف الأماكن اللي موجودة هنا في القلعة ممكن نشوف الدول الثانية نزور دول الثانية مثلا هذه السعودية بس ما عليكم هذه الترعب للدفلوب منذ الكبير ممكن أنك تتمشى في السعودية ممكن تشوف بيوت فيهن تدخل تتفاعل معهن تدخل شركات تزور الشركات اللي فيهن تشوف أعمالهم ممكن تسألهم عن أشياء معينة هي فيه أشياء كثير أصلا هذه بس أنا ما بذكرها كامل لأن بعد ما طلقناها يعني ومثلا هذه عمان تشوف حتى الأشياء العادية يعني من ناحية الثقافة وكذا الأفلاق اللي عندنا غراق فلاح كيف طريقته المزارة اللي عندنا المعالم اللي موجودة اللي موجودة في السلطنة وهي فيها كثير من دولة طبعا ما بذكر التفاصيل كثيرة فيها كما قلت لكم بعدنا تحت يعني تحت طوير بعدها رأت أذكر بعض الأشياء بس ما موجودة فكنت لدي تسألين عن أشياء براكتكل فممكن نسوي حركة يعني ممكن نفتح نيو بروجيكتز طبعا اللي ما عنده يونيتي يريدي يقر أيش ذاك يونيتي ممكن خلنا نفتحنا يدخل بس يونيتي يكتب هذا المنصة ممكن عاد يدخل مثلا ينزلها من في عندهم كورس في عندهم سلوشنز في عندهم ليرن حتى إذا عني الكوميناتي ما لهم واقد قوي قد ينك بي ممتاز سلوشنز تبقى تشوف الي موجودة في في عندهم أكثر من يوز كيس هم مشتغلوا عليها في عندهم يونيتي انجين الكلاود ما لهم لأنهم مشتغلوا على الكلاود في أكثر من شي فممكن تدخل لأنه عندك سبورت وعندك بلايات وعندهم أكثر من شي بس ستودينت فري ممكن تنزلوا مكانا هذا يونيتي برسنل ويعتور نفس الشي فري عاد تبغى تدخل يونيتي برو وكذا أنك تطور الألعاب هذا لازم تدفع فيه شهريا طبعا عندهم أكثر شي انتبرايز عندهم حتى للإندستري اللي هو التوأم الرقم اللي كنت تتكلم عنه سابقا ممكن تدخل هنا حتى تروح للدولود على طول تصل للدولود وينزل عندك بعد ما تنزل البرنامج يطلع لك هذا شي اسمه يونيتي هب ويختفى هذا يونيتي وينزلك عندك هذا يونيتي هب يونيتي هب فكرته هو أنه كل براءة كل كل المشاريع مالك والإنستليشن مالك يكونين هنا فهو هب موحد طبعا هذا ما قديم هم استحدثوا قديد في يونيتي لو تروح عندك أكثر من إدتر عندك كل نسخة يونيتي هذه النسخة مال أو لو عندك تروح 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 فهذه النسخة مال هذا لا تنزل لأنه بعد للتطوية بتحث التطوير عندك يونيتي لهذه النسخة تقدر يقل لك recommended version تضغط install أول ما تضغط install عندك هنا مثلا الهدف ما لك اندرويد تنزل ما لاندرويد لازم عندك ios عندك tvos في أشياء كثيرة ممكن تمر علي وعندك documentation لحد يحب يقرأ يعني بعد ما ينزل عندك يونيتي تروح ل projects أي project ما عندك نا يكون مقودات فممكن تضغط new project طبعا من ضمن الأشياء المقودة هنا ممكن تاخذ أشياء مقودة سابقا يعني يونيتي مسويينها في يونيتي سابقا يعني فما يحتاج تبدأ من الصفر حتى في عندهم vr وvr عندك vr multiplayer ممكن انهم يقاهز خلاص البرمجة نصفها يقاهزة عندك ar mobile اللي هو الواقع المعزز اللي تكلمنا عنه عندك هذي small scale multiplayer 2D مثلا اذا بغض تشتغل على 2D game عندك fps وهذي cinematic ترى المحركات الألعاب الحين بدوا يشتغلوا عليهم ان بدل لها ينتقوا فيلم مثلا 3D يحتاجنهم عشان رندر مثلا سبوع وسبوعين ممكن هما يسوي هنا شي اسم فبدل لها يشتغل على ذك ينتظر سبوع وسبوعين ممكن يشتغلوا هنا فخلنا نقرب على مثلا 3D building pipeline تكتب البروجيكت مثلا my project و create project الاحين هو يصنع البروجيكت كامل يلا و مشكلة بس انتظر يفتح ممكن تقرب وتنزل طبع الصح في شي ثاني ترى يونيتي ما يشتغل على أي جهاز لو الجهاز واقع ضعيف ما يشتغل عليه خلي بس يفتح إذا حد عنده سؤال استفسار أي شي قبل لا يفتح يونيتي زين استغل الفرصة أستاذ قوليلي كمثال أنا عندي 3D من برنامج ثاني مصممت لنا قلت ممكن نعدي مقف هذا زين خلينا دور لشي 3D عندي هنا دقيقة بس دور لأي بلح 3D أبي برنامج بصمت سمعيني أذا فتحته خيرا أنا بشرح الواقهة بشكل عام يونيتي ما دخل تفاصيل التفاصيل يبقى لها على الأقل الأسبوع هذا يونيتي محرك ما معقد جدا سهل ما في أي تعقيدات ممكن تتعلم حتى إذا يعني حد مهتم في ذا المجال ممكن يتعلم حتى من يوتيوب أو ممكن نسو ورشة مخصصة ل اعلى ل ايونيتي بشرح بشكل عام النوافذ هذا الهيراركي أي شي موجود في الوسط هنا يكون لازم يكون موجود هنا يعني لو مثلا ضفت كيوب هنا مثلا لازم يكون هنا موجود لكيوب فأي شي موجود في السين هذا لازم يكون هنا موجود هنا عندك السين هذا السين هذا فقط يشوف ها المبرمج المطور عندك الgame هذا اللي يشوف ها اللاعب يعني هذا انت ما تقدر هنا تحرك لكن هنا تقدر تحرك عاد على راحتك لأن هذا يستخدم المطور فقط هذه الأشكال يعني هذه الكاميرا مثلا يشوف ها اللاعب فلو حطتها مثلا كذا لاعب كذا يشوف ها ترى يمحرك كذا زوم زوم آوت في غير فيشوف اللاعب هذه النافذة هذه السين هنا الانسبكتر أي شي خصائص مثلا في هذه الكاميرا يتعدل يتعدل من هنا خصائص الكاميرا عندك البروجيكت الملفات كلهم ما المشروع مالك فأي شي موجود في السين هنا في الهيراركة أو في السين موجود بإختصار في الهيراركة موجود لازم يكون هنا موجود ما يستوى هنا شي وهنا ما شي لكن العكس ممكن يعني ممكن ملفات موجودة في الموجود لكن ما موجود ه في السين يعني نشوف هنا في ملفات واقض كثيرة مثلا توكن تتسألين عن مثلا اي ملف 3D مثلا تكلم عن هذا ممكن ارميه هنا هذا موجود هنا لكن ما موجود في السين لو حطيته هنا يظهر هذا البيت هذه السهولة كيف اضيف ملف هذا ملف هذا الملف ما نفعل عندي طبعا هو يقرأ ملفات معين مثلا fpx يقرأ obj blend file اللي هو يطلع من blender في كذا يكمل ويقرأه بس هذا الاشهر يعني تسحاب ترميه هنا في السين في البروجيكت يعني قصدي البروجيكت ترميه في السين هذا يطلع double click ويطلع هذا المبنى خلاص ظخر عندي المبنى باختصار طبعا يونيتي مقسم على اكثر من سين يعني قلنا نشرح بالرسام خلنا نتكلم بشكل عام ننتكلم عن اي مشروع من المشاريع مثلا اي لعب من الألعاب هي عبارة عن اكثر من شي عندك مثلا هذا المشروع الاساسي مثلا نسميه خلنا نسميه game هذا الgame داخلها اكثر من سين وش يعني سين هذا اسم المشروع البروجيكت نيم زين هنا عندي شي اسمه سين واحد مثلا سين اثنين هنا سين ثلاثة وش الفرق بينه هذه ممكن يكون مرتبطات هذه مرتبطة مع هذه ووش الفرق بينهم بالضبط نفترض انه انا اريد اول ما يدخل الشخص يسجل مثلا الاسم يطلع له مثلا الاسم مثلا يطلع له الايميل ماله رقم التلفون هذا الاشي ظهر له هذا تحطهن كامل في سين واحد يسميها UI scene اللي هي يقدر شخص يشوفه فلو رحت هنا فايل new scene new scene هي ما مشروع جديد نفس المشروع سوية كرية سوية في حال هذي وسوية كرية هذي عندي سين اولى هذي سين ثانية هذي ممكن يسوى فيها UI هروح UI وحط مثلا فيها اه اه button فالشغل لو شفنا الgame هذي شوف فيها button تحت خلنحرك هذا مكان مكان مازين اللي هو الزر فيما يروح الجيم يظهر لهنا زر إذا تبقى تعدل هذا الشكل الذي كامل ما عاقب لنك كلمة اليونتي كيف موزعينه أنا ما يعاقبني هذا هس هو 2x3 مثلا فيطلع لك هنا السين هنا الجيم اللي يشوفه اللاعب هنا الهيراركي هنا البروجيكت فايلز كله نشوفه وهنا الانسبكتر اللي هو الخصائص كل شي فلو حطينا هنا كذه أول ما شغل اللعبة الحين وروحت على شغيل اللعبة ليش ما تشتغل اللعبة تظهر لي هنا اللعبة كذا هذا الثلحين شغال اللعبة فممكن نضغط هنا لكن سين ثاني موجود هنا لو ضغطت هنا مثلا يقول حفظ السينز مثلا نحفظها سين ون مثلا سيف الحين عندي سين ون اللي فيها اليو آي نحط هنا فيها اليو آي وسين ثاني اللي فيها الكيوب فلو رقعت للشرح هذا مرة ثانية الجيم ممكن يكون فيه سين ون سين تو سين ثري أو ممكن يكون سين ون بعدين هنا سين تو بعدين مثلا سين ثري تتوزع من هنا على حسب المشروع أو فيه منهم وش يسويوا إنما يسويوا هكذا كامل هذا كامل ما يسويوا يسوي بس فقط سين واحد آه يندراحة يسوي فقط سين واحد بس وفيه كل شيء هذا لو رقعت للعبة مثلا هذا الميتافيرس هو عبارة عن سين واحد فلو شف لو شغلتها مثلا شكرا 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 أعيد النهار الثانية فهمتوا هذه؟ ولا عيدها؟ من هنا انقطع الصوت وانت تشرح هذا زي خلاص هذي فاهمين هن فممكن الشخص يسوء أكثر من سين مع بعضهم البعض يدمجهم أو أن سين واحد يدمج كل شي فيهن ويسوء hide and hide فيهن فنهن استخدمت لا أنا استخدمت سين واحد فقط وكل البيئة موجودة في ذا السين ما وزعت لأكثر من سين فهممكن تستخدم هذي وهممكن تستخدم هذي وهذي متى تختارهن يعتمد على حجم المشروع أو طريقة المشروع فيها فبذلك الطريقة هنك تتحدى انت تريد سين واحد أو أكثر من سين في بروجيكت واحد همشين تتفاهمين الفرق بين يكون أكثر من سين أو كسين واحد وش الفرق بينهن يعني كيف انه يكون في مشروع واحد وممكن يكون عشرة سين فلو ركعت هنا مثلا ممكن حطيت هنا بوتن وهذا عندي ثري دي أوبجيكت أول ما يضغط الشخص انه يسوي لهايد بعدين هذي تقدر شي اسمه ونكليك هذا الأكشن إذا صار كليك فلو ضغط هنا عندك أكثر من شيء عندك أوف تسوي انه ما يشتغل أبدا عندك يعني 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 أكثر من طريقة تخلي بعدين نتضيف الفنكشن مثلا انت باغلنا الفنكشن يأثر فوين يأثر مثلا هذا الأوبجيكت في الـ GameObject هنا أذكر نكما عافية أغيروها ولا لا سيت اكتف فهنا ممكن تغير الفنكشن ما الـ Button هذي كامل هذي طريقة مختصرة اللي نكتوى هايد لـ Object وممكن تسويها توقل يعني on-off on-off أو ممكن كذا تسوي خلاص هذي أسهل طريقة أو ممكن طريقة ثانية إنه ما هذه ما تكون كذا ممكن مثلا نضيف مثلا خلي نضيفنا فولدر نخلي شيء مظم فولدر نكتب لـ Scripts Scripts ونضيف فيه C Sharp Scripts نسميها هايدا نفتح هذا بشو الـ Studio مين بجو الـ Studio ليش ما نفتح هذا عادي اللي ما مبرمك نبي تعقد شوية ما معقد هو الموضوع طبعا في في Unity اللي شيء حلو في البرمقية يعني إنه مقسم ومع الـ Comments عندك Update وعندك Function اسمها اللي هو Start وش يعني Start إنه أول ما تبدأ اللعبة الفنكشن ما لها نيبدأ والـ Update متى يظهر متى يظهر اللي يكون شيء متواصل دائما أو ممكن ممكن تسوي وحدك مثلا 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 نسميها مثلا hide object هذي يعني إيش؟ إنه هذي سوى لها كل هذي الفنكشن فقط يعني مرة واحدة إذا بغي أضيف مثلا الزر هذي يسوي hide لهذه الـ Object هم سميه public came object ليش ما يظهر؟ سيتها عادة ليش ما تظهر؟ نحط أنا غلطان في شيء دقيقة وس أتأكد من شيء لما تنزل Unity لازم تنزل مع الـ Visual Studio آآ في الـ Installer ما لا خلينا أوريكم ممكن أنا ما مزل لنا Visual Studio Installer اللي هو هنا نروح نـ Modify بعدين تتأكد أنك منزل شيء اسمه ونزل لنا هذا لازم يكون منزل إذا هذا ما موجود وهذا ما موجود لـ Gaming ما تقدر تبرمك فيه نسوي لـ Modify وتنزل عليه خلينا مفتلطه يشتغل ما عرفه شسال فه ما عرفه نعم هو مزل نعم شكرا نعم مفترض ترى يطلع النضغات يطلع لكن ظهر ما يفتح تنسمي كيوب أو لا house بعدين نسونا public void hide house house.set الحين وش انا عرفت هنا game object house الهاوس لما يحصل يسول selective force لو قيت هنا وحطيت في البطن هذا الوبجيكت احنا ما يظهر ليه الحين ليش لان هذا عبارة عن private ما ممكن يسوك كله هذي يسوي لي ليش الوبجيكت نفسه يعني يسوي للبطن نفسه فلو اقربنا هنا اضيف انكليك فانكشن اسحب هذا البطن هنا ميكانه يطلع لي هنا الهايد بعدين احنا نسمي a hide house وين a hide house ايش ما يطلع احنا ما حفظت هذي ما حفظت السكربت نعدلت علي هذي hide house فلوسو تبلي الحين ما يستوي شي ليش لانه ماشي اصلا فلو قيت هنا ال errors يقولك ما في ما محصل واحدة منهن ما يحصل واحدة منهن هذي ما يحصل وش اسمه الوبجيكت ما له فلو رقعت هنا وحطيت complete صوت ctrl s رقعت هنا قلت يحفظ الحين طلع لي هنا هذي game object فلو سحبت ها او مغلط شي قلت ينتي شغال اه لو سحبت هذا البلدينج وحطيته هنا صوت play الحين صوت hide يختفي فعندك طريق انك تكتب كودات نفس هذله hard coding يعني وممكن نعطي تحط array تحط functions يعني مثلا انا حطنا نشوف ما المينيو هذي اه حط كل المينيو مثلا hide and hide ال seductive كل هنا هذله حطنا هنا بعدين حط back to login متى يسوى true متى يسوى enforce اذا حطيت true هنا داخل ان يسوى unhide واذا حطيت هذي يسوى false يعطي hide هذا بشكل بسيط كيف تربط الكودات مع ال object توقع هذي المشكلة هنا المانتة وفرانسيز وبعدين من هاذه اسيتس external tools هاذا مشكلة انا ما حط في جول استوديا ايوه خليه حط الفين وعشرين نفتح كان حد يسأل ذي السؤال ايوه نشتغل صح نغطي تسويه مرة ثانية public game objects house نحين شغال خلاص نسو house ممكن نسوي مرة نفسها هذه حطها هنا تحت مثلا نسويها نكتب لها unhide حطها هنا true نترو الاس وحط بطن ثاني نسمي هذا البطن الثاني داخل انهايد واسحب هذا البطن على فوق وضيف هذا البطن القديد نفس الفونكشن بس نمسه له hide اغير من hide هذه الى unhide هذه كنترو الاس كنترو الاس play هذا ما لا ستلا hide هنا unhide هنا عد فاهم شي ولا بعد ياسي الشرح فهذا بشكل بسيط عن unity هذا من هذه البداية كذا وممكن عاد تكبر انت البيئة تغير الكاميرا ممكن تسوي animation للكاميرا مثلا لما تضغط على زر معين يسوي animation للكاميرا يحركها كذا او مثلا يدورها بطريقة معينة في مثلا هذا الانيميشن اه unity ممكن مثلا اول ما تبدأ create new animation record احطه مثلا هنا احطى الكاميرا مثلا تدور كذا راحت كذا بعد مثلا تدور كذا ما عارب بعد كيف شوي الباقي ما كانت في بالي فكرة فيكون كذا مثلا اول ما يبدأ اللعب يصير كذا scintrl s بعد نروح للكاميرا يطلع لي شي اسم animator double click double click هنا loop time حطها خلاي loop اول ما ابدأ اللعب الحين ماذا تشتغل الكاميرا اقدر سيلي هايد اقدر سيلي هايد ما فيه افكار كثيرة معني ما فيه يعني شي محصور على شي معين انه ما اقدر اكمل عليه او يعني مثلا طريق مستود فيه دائما اكثر من حلك للمشكلة وطبعا كل ما يكون المشروع اكثر تعقيدا كل ما يكون فيه اشياء افكار اكثر اه وكل ما تكون اكثر افكار اكثر والتعقيد فيه اكثر يكون برمجة مالا اصعب اه ما يغرق انك تلعب 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 تشوف تلعبها في عشر دقائق وعشر ثواني وتقول انه هذي خلاص اللعبها سهلة وبرمجتها سهلة لا دائما يكون فيها تعقيد برمجيا هذي بشكل عام عن يونتي لكن لو بغينا ندخل تفاصيل كثيرة في واقد اشياء يونتي فيه فيزيكس فيه افكتس فيه شي اسمه بارتكل سستمز مثل امطار وكذا ذي دخلينت كلهم في البارتكل سستمز فيه تفاصيل كثيرة حد عنده سؤال حد عنده شي هذا البارتكل سستمز ليه مثل تواتس وامطار شوف الاعدادات اللي فيه داخلك كل واحد ذا فيه شي داخل كل واحد الخاصية معينة ممكن تاخذ كورسز اونلاين في اليوتيوب يوديمي كورسيرا ممكن نسوي كورس يوم احدا معينة تقريبا انا خلصت استاذ عيسى عد يسمعني ولا تكلم وعدي بعدني عد عنده سؤال اهلا استاذي اسمعك اسمعك انتظر المشاركين يشاركوا معك بيحدا عنده اي سؤال او استفسار ما احد يرد عليك تران حاولت يمكن استاذ اهلا اهلا قطع صوت اهلا 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 أنا أمام كل صوت لو تكرمتك بالسؤال كانتك أنا معا لك أنت أنا أمامك أنا أمامك أنا أمامك أنا أمامك 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 سمعتها أمامك بالأسف لا واجد قطع الصوت ما أسمع واضح؟ بعد ما واضح حتى لو تكتبي يعني السؤال أمامك أستاذي أشياء تظهر عندي أشياء تظهر عندي أشياء تظهر عندي أعيكم أسكر أنت يمكن أتين ما يظهر عندي أشياء ما يظهر عندي أيوة أسباب أعرفين أنا قاعد نفس الحال Savage فيك ظهر لكم الكويتشن على النسر لا لا للأسف قريبة فاتح كل البيزات قريبة قريبة تكلمي مرة ثانية يمكن تحسن مايك الحين واضح 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 سطواتي تقطع ماشي بس انا اقترح اذا كان عندكم اي اسئلة السادة تميم ما عنده اي مانا عندكم تواصله معه ممكن تعرض لنا علومات التواصل السادة تميم بمكانهم يسألوك شكرا في اي وقت باذن الله خلنا نكتبه في اليد التهر هذا ممتاز بس كبر لفضل ممتاز 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 هذا الإيميل رقم التلفون سنفضل بالإيميل يعني ماشي بس ان شاء الله خلاص اتوقع ان كلهم عندهم خلاص اه بحد في رافع يدهم اس اتش اي 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 ممكن تشغل مايك وفضل اذا عني خيسوا او تفضل اذا ما بالخطوة يمكن لا اكثر من المرة رفع يدنا اه اتفضل شكرا ظاهر بالخطوة العموم ان شاء الله استدامين ما بيقصر معكم كلكم بإذن الله اي حد عنده اي استفسار او اي ملاحظة او اي اه اه حاجة يحتاجها في موضوع ال ناسا وغير ناسا ست تميم ما بيقصر قذاك الله خير ست تميم طبعا كان معنا ست تميم القاسمي نذكر مرة ثانية هو مطور العاب احترف ما شاء الله عليه من خلال الأعمال اللي اللي عليكم السلام اه شكرا الاحين شارك ايوه بعد ذلك سأريد ستتفسر عن شي بالنسبة للبرنامج هل ممكن نضيف شي من برامج 3D يعني مثلا 3D Max او اللي يعرف 3D Max هل ممكن ناخد التصميم مثلا بصمم شي ممكن نضعه في نفس البرنامج ايوه ممكن ممكن لكن بس تحتاج انك تتحول لأوبجي اكسبورد لأوبجي او 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 بي جي او 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 بعدين بعدين كيف اصدروا البرنامج بسيطة جدا مثلا عندي انا هذا الملف شوف الشير صح ايوه بس اتاخذها وتسحبها هنا يظهر لك هنا هذا الابجيكت ايو تسحب طررمي هنا خلاص ظهر كامل بالإضاءة بكل شي كل شي وبجي او fbx وبجي ما بيظهر عندك التكتشر لكن fbx يظهر عندك كل شي حتى الانيميشن يعني الافضل fbx صح بالضبط بالضبط واذا كنت تستخدم blender حفظه blend file blend fire blend file file يعني كامل ملف البلندر أرمي هنا ويفتح يعني شف لو هنا هذا شف مثلا عندي بلند فايل هذا بلندر أرمي نفس الفكرة وسحب مرة ثانية هنا هذا شف هذا بلند فايل أسحب مرة هنا بان بنفس الخامات بيظهر ولا يريد تعديل بعد بيظهر نفس الخامات لكن عاد نحتاج تعدل إضاءة مع اليونيتي اللي هي هذه تعدل كيلر مال شف ممكن تعدل زيد لضاءة خفها عندك انتنسيتي مالها فيها شيئنا خصائص زيادة ممكن تشوف خلاص شكرا أحسنتي عفوا كل خدمة توقع كذا أستاذ عيسى خلاص خلصنا بإذن الله شكرا قزيلا مرة ثانية وما قصرت ما شاء الله عليك أبدعت في كل أمانة يعني ما شاء الله كل الحضور مستفيدين وإن شاء الله ننتظر حضورك بإذن الله بإذن الله بارك الله فيك خزاك الله حياكم الله مع السلام شكرا لكم بارك الله مع السلام مع السلام شكرا لكم 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 شكرا لكم